صحيح حاجات بسيطة احنا نقدر نتحكم فيها يعني انت كنت تكلمتي على الجوانب الوراسية دي مش تبقى بأدينا لكن برضو بيكون ليها برضو علاج لكن في حاجات بأدينا احنا نقدر نعملها يعني جمعنا في الكلام دلوقتي تقول شاب عنده عشرين سنة مش قادر يقف على رجله مش قادر يمشي من السنة المفرطة مش قادر يطلع السلم ده لما يكون السبب بأدينا لأ واجب ان يكون فيه وقفة كان زمان كده بيقولك ايه راجل من غير كرش ما يسواش قرش لكن دي طبعا كانت امثال قديمة لكن دلوقتي الوضع ما ينفعش زمان كانت الناس يمكن عندها مجهود بدني يعني حتى لو كان وزنه زيت شوية لكن كان عنده مجهود بدني كان بيتحرك دلوقتي احنا بنشوف الناس كتيرة بتشتغل وهي قاعدة في مكانها في مكاتبها الناس بتشتغل اونلاين راحت قاعدة على مكتبه طول النهار اللي ماسك اللابتوب بتاعه اللي ماسك الموبايل بتاعه حتى بعد فترة الشغل وهو قاعدة في البيت ما بقيناش ننزل كتير فبقيت الناس قاعدة في البيت ماسك الموبايل فبقى الاعتماد بشكل كامل على تناول كمان الوجبات السريعة بالاضافة الى انه ما فيش ممرسط رياضة كل ده في النهاية ممكن وصلنا لهذه المشكلة وهي السمنة أو السمنة المفرطة اللي هي في الاساس بتعتبر اساس لمشاكل لامراض تانية كتير جدا يمكن من هنا خرجت المبادرة الرئاسية الكشف المبكر عن الامراض غير السريع ضمن حملة 100 مليون صحة واللي بتضم الضغط والسكر والسمنة خاصة بين الطلاب وفقا للارقام اللي صدرت من وزارة الصحة تم الحد دلوقتي فحص 8 مليون طالب ده السنة دي فقط ضمن المبادرة الرئاسية الكشف المبكر عن السمنة والانيميا والتقزم النهاردة هيكون معنا فقرة مهمة جدا ازاي تتجنب مخاطر السمنة ايه كمان رشدة الغذائية السليمة لانقاص الوزن بالاضافة الى فقرات اخرى بالتأكيد هتهم حضراتكم نصبح لحضراتكم مرة تانية اهلا بيكو حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر اشتركوا في القناة